عبد الناصر في العداء للغرب واستنهاض المصريين ضد الأجانب وضد الغرب هو الغرب اللي بيساعدك على إنقاذ حضرتك شيء برضو من فرقات اللافتة للغاية طيب خلينا نقل هذا المحور إلى محور آخر وهو خاص بيه التعامل المرأة في الحضرة الفرعونية إلى أي حد أو حضرة مصر أنت متفضل ألي تعبير فرعونية أو المصر القديم؟ هو بس إحنا لو قلنا فرعونية وإحنا بنقصد الأسرات من الأسرة واحد لثلاثين لو قلنا مصر القديمة بيهتدخل فيها الفترة اليونانية الرومانية وكلمة فرعوني مش غلط لأن في بعض الناس بيقولوا أنها غلط هي طبعا جاية من لقب اللي هو برعب بمعنى البيت العالي أو البيت العظيم دي لال على الملك وأصبحت فرعوه بعد كده وصدفت إلهي النون في العربية فأصبحت اسم أعجمي فرعون وملهاش ألف ولامي يعني وهي مش اسم شخص ده هو لقب من ضمن الألقاب التي أطلقت على حكام مصر القديم فهي صاربة يعني فشل على الإطلاق يعني عمر ما كان حاكم سلبي زي ما ظهر في القرآن أو في التوراة يساوي أن ده الشعب كله أو المجتمع أو كله حتى العكام طيب خليني أسألك عن المرأة بقى في الحضرة المصر القديمة يعني المرأة في مصر القديمة هي عماد الحضرة المصرية القديمة هي إزيس هي اللي بنت الحضرة المصرية القديمة لولا المرأة ما كانتش مصر القديمة لأن الصورة الأزرية بتحكي لنا أن الإله ست قتل الإله أزريس فقامت ست إزيس ببعث أزريس للحياة مرة أخرى وأنجبت منه حورس حورس أصبح هو الملك الحي الوريس للأب أزريس فمن هنا بدأت الحضرة المصرية تستمر تاني والأم هي اللي تولت الوصاية على العرش على الملك الصغير لما أبو يموت بحيث أنه يشب عن الطوق يصبح قادرا على حكم البلاد فده حصل مع إزيس في عود ملكية عديدة جدا والمرأة بالذات كأم هي أفضل واحدة تقوم بالوصاية على الإبن لأنها لن تطمع في العرش لو خادنا مثال حجب سود حجب سود أكاملناها كانت عم التحط مستالت أخت أبوه مرتبوه كمان فهي اللي سيطرت عليه في البداية كان الحكم مشترك وبعد كده ركنته على جنب وسيطرت على الحكم فده في حد ذاته ببقى شيء صعب المرأة طبعا كانت لها دور مهم جدا كان عندنا الوزيرات وكان عندنا الطبيبات أنت في مقالك في مقالة الدستور تقول ملكاتنا في مواجهة دعاة الفقهة أو يعني القفة القفة إلى أي حد أنت يعني استشهادك بالخضرار الفرعونية عشان تقولي المرأة في مواجهة الفكر المتسلف المرأة المصرية الأديمة كانت متقدمة وحصلت على حقوق يمكن لم تحصل عليها المرأة في العالم الحديث أيضا لم تحصل عليها المرأة في اليونان الأديم ولا في الشرق الأدنى القديم شرق الأدنى القديم لها سوريا لعراق فلسطين يعني من ضمن الحاجات المرأة في مصر الأديمة كانت تمثل نفسها في المحاكم في اليونان كانت ست لازم يبقى فيه راجل هو اللي ينوب عنها فيه أمام القضاء إنما الشخصية الاعتبارية الكابلة موجودة في مصر طبعا وكان لها حق التوريس والمراس بدليل إنما الجزء كان يموت كانت تاخد تلتين الساروة والتلت يروح للأولاد والإخوة والأخوات للزوج فعلا وكانت بتزوج نفسها في مصر هي اللي كانت بتخطب وكانت بتطلق كمان هي بتطلق نفسها وجواز في مصر كان عندنا ملوش ضعب الدين كان حاجة إدارية بحتة في البداية كان حاجة شفاهاتا ثم أصبح يدون وكان بيشد عليها حوالي 16 واحد وطلق أربعة ولو ست اتطلقت بتاخد اللي جابتهم من بيت أبوها المهر والحاجات دي مرة ممكن تاخدوا ضعف فين في العهد الفرعوني والعهد بطلامي خمسة وأحيانا عشر أضعف وفي نفس الوقت الزوج بيربط لها أجر سنوي تلاتين قطعة فضة فضة عن تلاتين أردب من الغلال بحيث إن هي تعاول نفسها فكان لها حقوق اقتصادية فشيء عظيم جدا ده مفروض بانكس قومي المرأة يعمل القوانين دي هي اللي يطالب بيها في قانون الأحوال الشخصية يولي الأحوال الفرعونية وحاك عملت المسالسة العظيم بتاع حضرتك الله يحفظك